حدث بعد ذلك ويؤكد هذه الأحداث أنه تم جز رئيس وليام شكسبير وأخذوه ويقال أخذوه العجمان ويقول أخذوه جيش بن رشيد نفسهم أو أوصلوه لهم وأخذوه ودوه لغريم بن سعود الأكبر في ذلك الوقت وهو الشريف شريف مكة فأعطوه إياه فعلقه على في المدينة المنورة علقوا رئيس وليام شكسبير لتأليب المسلمين على بن سعود أنه كيف يقاتلون معه النصارى أعداء الملة وأعداء الدولة العثمانية ونتحدث عن 1915 وكانت الحرب العالمية الأولى بادية صار